اختار التاجر علي حامد الذي ينشط في تصدير الماشية مقرا آمنا لأبقاره في طريق يربط مدينتين يالا بجرب دارفور والضعين بشرق دارفور حامد الذي كان يتاجر في الماشية بأم درمان قرر العودة إلى إقليم دارفور إثراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع والتي لم يسلم منها الإنسان والحيوان تأثرت حركة الماشية وتضرر التجار وحامد واحد منهم نحن كمصدرين وكأصحاب ماشية ضررنا من الحرب تضرر عجيب في طريقنا في المشرب في المأكل في المأوى وهي الصادرة المواشية عندها زمن معين وهي فترة التحصين هنا هي بين ثلاثة شهور لشهرين بعد ذلك ثاني أي حسابات لاي حسابات عملية تأمين الماشية أصبحت تحتاج إلى حمل سلاح أمر لم يعتدأ التجار القيام به فسوء الأوضاع الأمنية بات هاجسا كبيرا ومستمرا لهم بالنسبة لبندوق نشاهد لنا حماية حماية لنفسنا وحماية لبهايمنا والبرد لا مستغرة لا مستغرة لا يوجد أمن بد من فلتها دل للشيء الحاصل لنا نشاهد لنا بالنسبة لبندوقية لكن ما كمنا نشاهد لنا هديد بو ورغم أن أصحاب المواشي بدارفور يسعون لفتح نوافذ جديدة عن طريق مدن في الولاية الشمالية بدلا عن الخرطوم إلا أن قرارا وزاريا صدر بإقلاق طريق الصادرات ما يشكل عقبة جديدة لهم المشاكل الجديدة التي يواجهها الناس في إقليم دارفور الغرار الأصدر رئيس مجلس السيادة أو مجلس الوزراء بأنه قفل الطريق الصادرات بتاعة بارة بأسر على الماشي لأن الماشي أصلا أسواق الرئيسية الآن يتمشي مدني يتمشي الخرطوم يتصدروها برضو عن طريق الخرطوم بضنغلة برضو ما حيث يكون في الطريق طالما أغلق أو قافل البهاي ما حيث يتمشي وهذا بأسر برضو اقتصاديا الثروة الحيوانية بدارفور تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي غير أن الأوضاع الحالية في السودان تسعب من عملية تسويقها في مناطق الحاجة استمرار الحرب في السودان إضافة إلى أضرارها المادية والبشرية هناك خسائر اقتصادية لا حصر لها خاصة في غطاء الثروة الحيوانية صالح أبو علامة لقناة الحدث قليم دارفور غربيا السودان لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر